الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله إمام المجاهدين هذا الذي كان إذا حمي الوطيس واشتدت الحرب اتقى الأبطال به وتترسوا به وكانوا من خلفه وكان أقربهم إلى المعركة اللهم صلي وسلم وبالك على هذا النبي الأمي وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المؤمنون في مثل هذا اليوم من السنة الثانية للهجرة كان المسلمون يعسكرون في بدر وفي بدر ذكر الله سبحانه وتعالى أسبابها أسباب المعركة فقال سبحانه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقهير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله والأسباب التي ذكرها الله تتمثل في ثلاثة أسباب ظلموا وقوتلوا وأخرجوا من ديارهم وهذه هي نفس الأسباب لهذه الحرب الحالية لقد قوتلنا وظلمنا وأخرجنا من ديارنا بغير حق فالأسباب هي الأسباب والظروف هي الظروف والملابسات هي الملابسات اللهم انتصر لنا كما انتصرت لأهل بدر اللهم بدرا أخرى اللهم بدرا أخرى تنصر فيها أوليائك وتذل فيها أعداءك اللهم انصر أوليائك الآن كما نصرتهم من قبل أيها الأخوة المؤمنون وفي بدر التف المسلمون حول القائد الأعلى وقال قائلهم في صدق وإخلاص يمثل رأي المهاجرين يا رسول الله انضي لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بني اسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قائدون كلا وإنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون والله لو سرت بنا إلى برك الغماد وبرك الغماد مكان بأس اليمن والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ ويقوم ممثل الأنصار فيقول يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به والحق وعطيناك على ذلك عهودنا ومواسقنا فانضي يا رسول الله لما أراك الله فنحن معك والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا أحد إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله ونحن بحمد الله على طريق أهل بدر نلتف حول القائد الأعلى ونستمسك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون هنات وهنات أي ستكون أمور وأمور أي ستكون فتن فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان ونحن نضرب بالسيف من كان عاملا من عوامل التفرقة أو من حاول أن يكون عاملا من عوامل التفرقة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون وأهل بدر كانوا في رعاية الله كانوا في عنايته كانوا في رعاية الله الدقيقة وكانوا في عنايته التامة انظروا إلى مدى العناية إن الأرض التي كانوا يسيرون عليها كانت ترابا تغوص فيه الأقدام وكانوا هم متعبين ماذا فعل الله عناية بهم إذ يوشيكم النعاس أمنة منه ألقى عليهم النعاس لكن السير في الأرض وينزل عليكم من السماء ماء ليطاهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام وماذا أيضا من عناية الله سبحانه وتعالى بأهل بدر إذ يوشيكم النعاس أمنة منه ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا وإذ يريكهم في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر كان يقلل سبحانه عدد المشركين في آيون المسلمين حتى لا يفزعوا وحتى لا يضطربوا وماذا أيضا ماذا أيضا من عناية الله بأهل بدر إن الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين إنهم لم يقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وماذا كان أيضا من عناية الله سبحانه وتعالى بأهل بدر إنه سبحانه سبحانه أوحى إلى الملائكة أن يثبتوا قلوب المسلمين وتولى هو سبحانه أن يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ثم خاطب المسلمين قائلا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء هذه كانت عناية الله بأهل بدر ونحن أيها الأخوة المؤمنون نلاحظ عناية الله سبحانه وتعالى بنا في هذه المعركة لقد كان مقدرا أن يستشهد في العبور نحو خمسة عشر ألفا كم استشهدوا في عبور القناة بعد أن كان هذا التقدير أربعة عشر ألف كلا ثلاثة عشر ألف كلا عشرة آلاف كلا ثمانية آلاف كلا إن الذي استشهد في العبور أقل من مئتين أيها الأخوة المؤمنون إنها عناية الله بنا كما كانت عنايته سبحانه بأهل بدر وهذه الطائرات التي تتهافت كما تتهافت أوراق الخريف في يوم واحد يسقط جيوش الإسلام ثلاثة وعشرين طائرة إنهم أسقطوا منهم في نصف ساعة عددا كبيرا إنها عناية الله إن الله سبحانه وتعالى معنا وإنه سبحانه وتعالى ناصرنا وإنه سبحانه وتعالى ولينا أيها الأخوة المؤمنون إن ظروف غزوة بدر هي الظروف الحالية الملابسات هي الملابسات والظروف هي ظروف الأسباب هي الأسباب والغايات هي الغايات فهي حرب إسلامية بكل معنى الكلمة بكل ما تحتمله الكلمة من معنى الحرب الإسلامية ماذا تحتمل الكلمة من معنى الحرب الإسلامية الحرب الإسلامية هي الجهاد المقدس ولقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال الإيمان بالله والجهاد في سبيله إنها الجهاد المقدس ولقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس فقال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول لا يجتمع غبار الحرب في سبيل الله ودخان نار جعنم في جوف عبد مؤمن كلا إنه ناج من نار جعنم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحرب المقدسة في الجهاد يقول عيناني لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين ساهرة تحرس في سبيل الله أيها الإقوة المؤمنون ويوازن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبادة النفل وبين الجهاد وذلك أن أحد الصحابة مر في الصحراء بعين من ماء عذبة فقال في نفسه سأمكث بالواري هذه العين أشرب من ماء وأكل من نباتات الصحراء وأستمر أصوم النهار وأقوم الليل ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيره ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من عبادته في بيته تبين عاما أغزوا في سبيل الله من غزى في سبيل الله فواط ناقة وجبت له الجنة ومعنى فواط ناقة أي الفترة الزمنية ما بين حلبت ناقة في الصباح والمساء أي من غزى في سبيل الله نهارا وجبت له الجنة وكلمة وجبت من تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يقول وجبت له الجنة والله سبحانه وتعالى يربط الإيمان بالجهاد برباط وثير فيجعل سبحانه الجهاد جزء من الإيمان يقول سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إن الله سبحانه وتعالى هو الشاري والمؤمن هو البائع والبضاعة هي الجهاد ومكان التسليم هو المعركة إذ الجنة تحت ظلال السيور أما تسجيل العقد أما تسجيل العقد الذي باع فيه المؤمن نفسه وماله لله والذي اشترى الله منه نفسه وماله بثمن هو الجنة تسجيل العقد كان في أين كان في التوراة والإنجيل والقرآن الجهاد إذن جزء من الإيمان ينتفي الإيمان عن الشخص عن الدولة عن القطر عن الأمة إذن تفى الجهاد فيها الجهاد ركن من أركان الإيمان ينتفي الإيمان بانتفائه ومن أجل ذلك حينما سمع الصحابة هذه الآية الكريمة قالوا ربح البيع وحقا ربح البيع لقد قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل أيها الإخوة المؤمنون وإذا كنا في جو بدر فإننا أيضا في جو فترة صلاح الدين وفترة صلاح الدين كلها بطولات وكلها جهاد في سبيل الله وكانت نصرا من الله سبحانه وتعالى لأنهم أخلصوا دينهم لله كل هذه الظروف أيها الإخوة المؤمنون تجعلنا ننادي من على منبر الأزهر هذا الأزهر الخالد الذي كانت تلجع إليه الأمة المصرية باستمرار تلجع إلى الله فيه عند الأزمات ترجو الله سبحانه وتعالى أن ينصر وأن يوفق وأن يهدي من على منبر الأزهر الخالد نعلنها باسم علماء الإسلام نعلنها حربا مقدسة ونعلنها جهادا في سبيل الله ومن على هذا المنبر أيها الإخوة المؤمنون نرسل تحيتنا إلى القائد الأعلى وإلى القائد العام وإلى جنودنا الأبطال الذين حققوا ما يشبه المعجزات بل حققوا المعجزات بالفعل ببطولتهم ببسانتهم أيها الإخوة المؤمنون لقد بلغني أن أحد الضباط حزم نفسه بالديناميت وفجره في وجه الأعداء وكان أن اكتسبت القوات المصرية بسبب هذه البطولة اكتسبت هذه الموقع الخاصة التي فجر فيها الديناميت في وجه الأعداء أيها الإخوة المؤمنون أيها الإخوة المؤمنون ولقد رأى أحد الصالحين ولا أشك في رؤيته لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاهبا إلى المعركة مع بعض مع بعض علماء الإسلام وكان مع هذا الرجل الصالح كان معه أحد الأصدقاء في الرؤية ويقول له صديقه أعلنها للملك بلغها للسيد الرئيس وأعلنها لكل المسلمين أيها الإخوة المؤمنون وأمر من الأمور الذي نعلنه من على منبر الأظهر ونعلنه باسم علماء الإسلام عامة هذا الأمر هو أن الحرب الحالية إنما هي فرض على جميع أقطار الإسلام على كل مسلم وعلى كل مسلم وعلى كل مسلمة وعلى كل دولة وعلى كل جماعة وعلى كل قطر وأنه إذا قصرت دولة دولة من الدول في هذه الحرب فقد خرجت على الله ورسوله خرجت على تعاليم الله وتعاليم رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن إذا ندعو باسم الأزهر وباسم علماء الإسلام كن لديهم دولة 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 الأجنبية وقد آن أعوان أن تنفق هذه الأموال في سبيل الله أيها الهدفة المؤمنون إنه ما دامت هذه الحرب إسلامية بكل معنى الكلمة فإننا لا نكتفي من الدول الإسلامية بكلمات التشجيع أو بكلمات وإنما نريد عملا يتحقق بالفعل وكثير من هذه الدول بذلت الكثير من مالها ومن نفسها ومن سلاحها ومن عتاجها فلها اللزاء عند الله سبحانه وتعالى ولكن هذه الكلمة التي ننادي بها كلمة الحرب المقدسة التي نعلنها من على منبر الأزهر إنما هي لكل الدول الإسلامية وإنما هي لكل الدول الإسلامية تنادي بأن يبذلوا أقصى ما يستطيعون أي علقة المؤمنون إن مصر معقل الإسلام إنها حصن الإسلام الحصين إن الثقافة الإسلامية تتركز في العصر الحاضر في مصر الثقافة في الكتب الثقافة في العصائب الثقافة في الأخلاق الثقافة في التشريع كلها تتركز في مصر ومصر إذن قلب الإسلام النابض وعلى كل مسلم أن يسهم في هذه المعركة بقدر ما يستطيع لا يستصغر البذل في سبيل الله لا يستصغره ولا يستعظمه أيضا فكل بذل في سبيل الله في هذه المعركة يهود أيها الإخوة المؤمنون ولا يتأتى أن يكون أبطالنا في المعركة يجاهدون بأنفسهم ويبذلون جماءهم رخيصة في سبيل الوطن لا يتأتى أن يكون ذلك ونحن هؤلاء الذين في مقام الحراسة في المدن وفي القرى ونحن نسعى لتكديف مواد التموين للتهلات كلا إن الشخ إن الإيمان له مقتضيات ومن مقتضيات الإيمان التعاون والتآذر والاقتناع والعفة ومن مقتضيات الإيمان ألا نتهالك على المواد التموينية بصورة لا تتناسب مع المستوى وقد دامت الإنسانية ظهورا لا تشرب الشاي وهناك هؤلاء الكثيرون الذين لا يأكلون اللحوم وصحتهم في غاية الصحة إن أمر التموين وأمر المواد للتهلاكية ننادي نداءا إلى كل ربات البيوت وإلى كل رب عسرة أن تكون القناعة أن يكون الشظف أن يكون التقشف رائدنا في هذه الفترة ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق قائدنا الأعلى إلى قيادة المعركة في حكمه كما هو شأنه باستمرار وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحوه ترجمة نانسي قنقر